ما تقف بقى قدام هاد الامام احساسه يعمل ازاي رهبة يعني طبعا وتمس الكوميدي ده حاجة صعبة ده امتحان لوحده لا مش امتحان ده ده مشروع تخرج لوكيشن يبقى عامل ازاي سكر والله العظيم تلاتة لوكيشن أستاذ عادل سكر ما بسيط ولطيف ولو ده خلى أكي متوترة طب طب عليك يقعد يفك معاك ويهزر معاك لان هو بيبقى عايز العمل يطلح حلو مش هو يطلح حلو يقولك المسلسل عمل جماعي فلما انت تطلح حلو وده يطلح كويس وده تطلح كويسة فالعمل كله المسلسل كله هيطلح حلو يعني بتالي من الحاجات الاشياء هو هنا ده كان ايه ده ده كان أستاذ ورئيس قس أستاذ ورئيس قس انت هنا يعني بتتكلم بقى مع عادل امام يعني هاته خد بتبقى خايف متوتر عايز تعيد عايز تبقى بتحفظ من السوق يعني كلمني بتحضر نفسك لا طبعا الأستاذ عادل بيحب الممثل المنتزم في موعيده فحفظه في أداءه اللي بيتعامل في البروفا يعني المشهد ده اتصور أستاذ عادل أنا كنت كاملة 8 حطول 7 أنا داخل الستوديو 6 ببطل مفتاح العربية لقيت أستاذ عادل داخل قال لبرافو لسه منتزم في موعيدك دخلنا قعدت في القودة معاه عادنا قرينا عادنا نهزر شوية عادنا عملنا بروفا على المشهد بعد ما خلصت المشهد قال لي ما تمشيش بقى قاعدت عليهم مع بعض شوية إحساس انك قاعدة مع نجم بحجم الأستاذ عادل إمام لا طبعا الضخيمة انت لازم تستغلي الراجل ده تريد تتعلمي منه حاجات حتى لو مش هتتكلم يريد تفرج عليه بس كده لدريخ انت ككوميديان لما بتشفت عادل إمام إيه اللي عجبك إيه اللي قلت آه أو إيه اللي صحح لك حاجات لا طبعا صحح لي حاجات كتير في ترتيب ورق جايلك تجسدي منه شخصية لحم ودم بتتكلم ازاي بتاكل ازاي بتمشي ازاي بتشرب ازاي دي كلها تفاصيل أستاذ عادل كان بيتكلم فيها وبعدين أنا أتذكر موقف كنت صغير زحلف كده حلو كده وكنت ماشي في الشنع الهرم وكان أستاذ عادل معلق بوستر مسحة الزعيم على مسحة الهرم وكان معايا واحد صديقي هو دلوقتي مهندس عايش في ميونخ يعني فبصيت كده البوستر والله يا أستاذ عشافك قلت له أنا في يوم من الأيام حيجي وهشتغل مع الأستاذ قلت ويكس على وكستك تشتغل ايه ده احنا بس حلمك لو سلمت عليه بقى كرم لو عديت بس من قدام المصر رح يبقى كويس أنا بحب التحدي احيانا التحدي ده هو بيخلي الإنسان طبعا عنده هدف انت يعايش عشانه وأول منزل فيلم مرجان أول بوستر منزل رح تبعته له لصحبك شفت بقى ربك كرم بس بعد كم سنة بس كرم ايوه صح هو لازم الواحد يبقى وثق ان ربنا حيكرم بس امتى المجهود يجي ازاي بتاعة ربنا يعني دايما أنا عندي ثقة في الله انه في كرم جاي امتى بقى حييجي الكرم ده هو جاي بس يجي بعد سنة بعد ثلاثة بعد خمسة وقت ما يجي طبعا أنا هسألك سؤال يعني انت دلوقتي لما بيبقى في عمل كبير يعني في نجوم زي أستاذ عادة الإمام كده وانت معهم أو عمل بقى ريح ولا ده بيبقى ريح بص حضرتكتون ما انت ملتزمة بتيجي في معادك بتيجي حفظة بس هو لوكيشن المسلسل أو الفيلم لما بيكون شباب احنا بيبقى بنهزر مع بعض ورا الكاميرا نوعا نهزر مع بعض بيبقى نجوم بيبقاش عندك الشدة دي اه ما بيبقاش عندنا التوطن لكن لما بتشتري مع نجم كبير مثلا زي الأستاذ عادل أو أستاذ سمير جانب طبعا انت داخلة بتمثلي قدام نجم فلازم تكوني ملتزمة لانه هو ليه طريقة كل نجم ليه طريقة في شغله كل نجم ليه طريقة في أداءه في التزامه فانت لازم تبقي عارفة النجم ده بيشتغل ازاي عشان يبقى داخل مستريح مين يستفزك أكتر يطلع لجواك أحسن نجوم شباب ومنافسة من سنك ولا نجم كبير الاتنين الاتنين انا بعمل للاتنين ألف حساب زي بعض تمثيل تمثيل التمثيل ملوش علاقة بكبير وصغير التمثيل ليه علاقة بموهبة يعني أنا لو داخلك أنا أكتر كلمة بكرهها لما تلاقي مثلا حد يقولك إيه بس عمري كله في المشهد أنا محبش الجملة دي خالص وما ببقاش قصد أو حرقه يقولك ده حرق فلان طب يعني إيه بس دي أكبر جملة غلط بالعكس المشهد لما يبقى فيه تنين ممثلين مباراة تمثيل قدام بعض اللي بستفيد من ده هو المشاهد أنا إيه المصلحة إن اللي قدام يطلع وحش ونطلع على حلو الوحدي ده غلط وما أقول دي غلط جدا